إذن مشاهدينا ننتقيكم مرة ثانية في برنامج عسيف وفي هذا الستيديو معنا الدكتور وليد الجسار نمسي عليك بالخير دكتور طبعا استشاري أمراض نساء وولادة وجراح أورام نسائية ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة الله يمسيكم بالخير تصحيح بس ما أنا رئيس القسم أنيمور كنت رئيس القسم لمدة 6 سنوات بس فين جرى التصحيح لسادة مشاهدي مساء الخير عليكم ومشكورين على الدعوة الحلوة والستيديو الحلو والفرقة اللي وراكم ويعطيكم العافية حلو بوجودك أكيد دكتور وانت منورنا اليوم في هذا اللقاء وبنتكلم شوية يمكن على موضوع عملية كانت أعتقد من العمليات الصعبة صحيح توقع في حقق فيها نجاح وايد بالغ أن استأصال ورن بوزن 33 كيلو وعمر لامرأة بعمر 55 عاما فنتكلم شوية عن هذا الاستأصال الورم ونتكلم عن هذا الموضوع بشكل خاص وشون قدرته تساوله طبعا فضل الله سبحانه وتعالى المريضة دائما دائما أقول وسائل الإعلام لها ثقل كبير في المجتمع واللي خلى المريضة تي أو تطلب العلاج هي وسائل الإعلام هذا على كلامها عندها الورم الورم عود أنا شخصيا عمري ما شفت ورم بهالحجم هذا فكلمتها أن شفت خبر استأصال لك لورم قبل حوالي فترة 12 كيلو وكان الورم حميد فأنت بعثت الحياة أو الخبر هذا بعث لي الأمل بالحياة عطاني الأمل يعني إن شاء الله قاعدت تشوفنا هي الحين عسر الله إن شاء الله طبعا ببيتها الحين ما كان لهنية للأسف ما كان لهنية أي تدخل جراحي يمكن في هذا الخبر دكتور أعطاها الثقة لإجراء هذه العملية عندك أعطاها الثقة بالحياة أكثر من هي عندي أكثر بالحياة أنه أنه فكرت أنه قاعدت هنا في أمل في أمل فالحمد لله يتنى وطبعا الورم جدا ضخم صورناه بس طبعا في صور ما نقدر نحطها بالإعلام ما أنا بجي للأسادة المشاهدين تعلي الليل شوية تلو عشبهم والحمد لله تيسرت العملية يعني بهذه الطريقة ما كان في صعوبة بإقناعها لأنها هي مقتنعة بهذا الشيء ويا يتوي ولكن مو قناعة حزت العملية شو كانت وصلت مرحلة ما تقرأ تنسدح يعني العفو 33 كيلو مو شي بسيط إنها ما تقدر تنسدح ما تقرأ تاكل ما تقرأ تمارس أي حياة إحنا الواحد ينزل وزنه كيلو ويحس إنه وهو دكتور لما واجهت هذه العملية وخلاص أنت بتأدي العملية هذه وتنفذها ما حسيت بتخوف نوعا ما أنه أول مرة أنا سوي يمكن 12 كيلو و 20 كيلو مقبولة ولكن 33 كيلو ترى وزن هذه سابقة طبية توقع بتاريخ وزاح الصحيح إنه يساعد إنسان يساعد المريض فما فيها تخوف تخوف على صحتها كونك تستأصل ورم بهالحجم خاصة العمرها 55 سنة دكتور عمرها مو كبيرة وايد 55 55 ما يعتبر مو كبيرة لا طبعا 55 ما يعتبر كبير يعني عندنا مرضاي على 80 وعلى 55 ما هي كبيرة فكونك تشيل ورم الورم هذا قاعد له فترة على الأوعية الدموية الكبيرة في البطن الأوعية الدموية الكبيرة اللي في البطن إذا رصيتها وسكيتها رح يصير نسبة الله كافينا الشر التجلطات في الريل أزيئ فوايد تحصل في لحظات استئصالة التجلطات اللي مخشوشة في الريول تصعد وممكن تصعد الرئة وتصير مشكلة كبيرة للمريضة هذا الشي اللي كنت وايد متخوف منها في العملية بس كجراحة الحمد لله الواحد يعني يسوي يدي عمل بها الحالة لازم نعرف شون كانت العملية العملية أو المدة اللي استغرقتها هذه العملية وشونو الإجراءات اللي طريد أنك تسويها قبل العملية وأثناء هذه العملية أو أنه كان فيه صعوبات بهذه العملية طبعا سوينا لها إشعاتها وسوينا لها كل تحاليلها ما طولت عندنا في المستشفى كون أننا شفناها مريضة بهالحجم أو الورم بهالحجم هذا حدنا لها يوم عملية صارت العملية العملية استغربت تقريبا ساعتين ونصف ثلاث ساعات طبعا الجرح لازم نكون تعتبر سريعة ساعتين ساعتين ونصف ما شاء الله الحمد لله تيسرت الجرح طبعا نعود يعني ورمها الكبرى مصدرها المبيض كان المبيض الأيسر المبيض من الضخم إلى هذا الحجم هذا فاستأصلنا له طبعا أي مريض بعد سن 47 أو 50 أي امرأة نقول عنها دائما نفضل نستأصل الرحم والمبيض الآخر والمبيض الآخر كان سليم وشنالها طبعا الرحم والحمد لله يعني عقب ما خلصنا يعني عدت المرحلة هذه على خير الحمد لله كم يوم قعدت من المستشفى؟ قعدت أول فترة طبعا كونك تشيل ورم كبير حتى تقعد في العناية المركزة قعدت لها في العناية المركزة تقريبا يومين أو ثلاثة أيام بالأحرى بعدين قعدت لها بالجناح تقريبا أربع خمسة أيام وراحت بيتها مع أهلها والحين هي موجودة في البيت وحالتها مستقر الحمد لله الله يديم عليها الصحة يا رب الله يتمم عليها آمين يا رب بس دايما إحنا النساء يمكن بشكل عام دايما عندهم معاناة بمنطقة الرحم بوجود تكيسات على المبايض بوجود أورام على هذه المبايض شنو تنصح بناتنا اللي قاعدت عبرنا الحين أن هل هو الشكب الدوري أو أن إذا كانت كمية مثلا حجم الورم صغير يستأصلونه هو صغير ما ينطرون لين يكبر؟ نصيحتي لهم بهالليلة هذه لا يقعدون يحاتون نسبة الأورام يعني لا يقعدون يمشون أنه لازم يسوي شكب لازم يسوي شكب نصيحتي لهم المسح الدوري للوحدة المتزوجة المسح الدوري للعنق الرحم هذا شيء وايد مهم بالسنة يصير مرة؟ بالسنة مرة وهذا وايد زين مسحة عنق الرحم مسحة عنق الرحم اسمها بابسمير هذه يعني ما نبي نغير الحوار لكن هذه وايد مهمة وجود التطعيم ضد سرطان عنق الرحم هذا شيء وايد مهم من ناحية التكييسات أنا قاعد ألاحظ الناس وايد فيني تكييسات فيني تكييس ممكن تكييسات شيء موزين وبعدين كل امرأة في كل دورة يطلع عندها تكييس صغير منها تطلع البويضة فما في داعي لكل شهر يعني هو سبب الورم السبب الورم الأساسي اللي عند مريضتنا سبب الورم الأساسي عند مريضتنا هو الخلايا نفسها تغيرت إلى ورم خلايا معينة في المبيض وليس وجود التبويض الشهري فكأي ورم ثاني حصل نوع معين من الخلايا يبتدي يكبر ويبتدي يتضخم دكتور 33 كيلو يعتبر يمكن أكبر حجم استئصال ورم في الكويت هل كانت حادثة غير يعني تغريبا بنفس هذه النسبة في عالم الطب بشكل عام؟ بعالم الطب شوف بأفريقيا يصير توقع أنا ما عندي خبر عنه هذه إن شاء الله بمشيئة الرحمن ناوين تريبورتك أنه تنشر ينشر الخبر هذا كصحيفة كمجلة طبية هل حدث أكبر أتوقع ممكن يعني بأفريقيا أو الأماكن اللي تكون بعيدة عن العلاج بالنسبة حق الكويت سألوني قلتها تتوقع أن هذا أكبر حجم بعض وقات الواحد يطلعون حجم أكبر ولكن يطلع في قطع صغيرة فكون أن حجم واحد يطلع هذا فضل الله سبحانه وتعالى أن الواحد قدر يطلع دكتور استخدمتوا نفس الأدوات اللي تستخدمونها في استئصال مثلا كيلوين وثلاثة ولا استدعى أنه استخدام أدوات غير لا لا فيها أدوات ثانية فيها أدوات ثانية دائماً لما يكون الورم بهالحجم هذا الأناتومي اللي هو وجود الأعضاء من داخل يكون متغير نتيجة وجودها الورم الله فلازم تفتح المنطقة الخلفية على أساس تأكد أن الحالب الحالب اللي هو اللي يوصل الكلاب المثانة يكون بعيد عن المنطقة لأنه يكون لاصق فيه فبالتالي استخدمنا أدواتنا وأدوات زيادة طبعاً وأكيد حتشتوا لمجموعة أكبر من المجموعة الاعتيادية لاستئصال أي ورم كطاقم طبي يعني كطاقم طبي لا والله بيني وبينك لا أنا والدكتورة وفاء دويسان أحد خريجي البورد الكويتي نحن آنا وياها والحمد لله اشتغلنا العملية والعملية كانت نشاء الله هو من من التايم ما للعملية يعني أنه قال لنا أنه ساعتين فأنا يوم قال ساعتين إنه 33 كيلوب ساعتين هذا بروحي يعتبر إنجاز يعطيكم ألف عافية بصراحة شيء مشرف للكويت الله يحفظه إحنا دامين يمكن دكتور في ناس يعني بعض الناس يماخذين فكرة سلبية عن الطب في الكويت إنه واحد يتخوف يسوي عمليات ويجري عمليات صعبة أو عمليات غريبة نوعا ما بما أنك الآن يعني طبيب والكل أكيد عقب هذا الإنجاز لك ويمكن إنجازات سابقة أكيد هناك كلمة ودك تقدمها لكل من يحتاج إلى عناية طبية في الكويت ومتخوف نوعا ما من إجراء عملية والله يشوف عندنا أطباء أكفاء بالكويت يعني كويتنا الله يحفظها ويخليها لنا صرفت علينا وعيد وكثير مننا راح درس بره الكويت عندنا المتقبل للعلاج بعض الناس ينتقدون بسرعة أي خطأ يصير إذا الواحد ما يشتغل ما تصير أخطاء يعني الله كتب لي أني اشتغلت بأكثر من دولة وتدربت في أكثر من دولة آخر دولة كنت فيها في فرنسا في مركز سرطاني في منطقة ليل فحدث عن مريضة أن نسوا سفنجة داخل بطنها ففتحوها في الليل وطلعوها للسفنجة فقعد أسأل تشتغلت المريضة لماذا تدخلت تالي الليل ليس مريضتي بس أنها كانت موجودة فقالوا أن أحصلوا للسفنجة وشالوها رسالتي للناس أن المشاكل تحصل في كل مطن قاعد أقول له هذه صارت والكويت كانت فينا صحيح كان انتشر الغابر والدكتور مسكين راحت عليه مهني طبعا المشكلة ليس بالأخطاء المشكلة أنك أنت عدم تدارك الأخطاء إذا تداركت الأخطاء أو عالجتها خلاص وطبعا والرسالتي الثانية حق الأطباء زملاء الأطباء أنه لازم المريض يعرف كل شيء يعني ما في شيء عن المريض شيء مهم صحيح على العموم في نهاية نشكرك على وجودك اليوم معنا وأسأل الله يوفقك إن شاء الله في أي عملية قادمة وإن شاء الله يعني خاصة مثل هذه المهنة مهنة الطبابة هي مهنة إنسانية قبل ما هي تكون مهنة على قولة المواحد يأخذ منها راتب صحيح مشكوره وطالب مشكور أختي نور يعطيكم العافية ومشكورين عدّعهم مرة ثانية نورتنا نورت صديقاتنا نحن مستمرين معكم مشاهدين الأكار نحن نطلع معكم بهذا الفاصل الإعلاني ونجأ لكم